موسيقى حضرتك يوم أعلن الرئيس الحريري تعليق العمل السياسي وبكى أو أدمعت عيناه كان لك كلام تقول القائد لا يبكي ما أثار ردود فعل كثير من قبل المناصرين وكوادر في المستقبل هل تقصد بأن الحريري لم يكن قائدا؟ أنا برأيي البكي ما كان بس الحريري بكل أسف عنده بالطايفي شفنا ثلاث حالات الحيابية مناسبة معينة شفنا ببكاء خوفا ما أنه يتعمم وكأن القائد بكل لحظة إذا بك عاطفية لازم يبكي مبدئيا أنا قبل مدرسة وطنية تعلمت وعلمونا أنه القائد لا يبكي إذا القائد بكي إذا المواطن شو بيعمل لكن بيروح بانتحر القائد حتى لو كانت ظروفه صعبة لو كانت ظروف عاطفية لو كانت ظروف كثير صعبة أو لحد ما تقارب الاستحالة على أن يجد فجوة بمحل معين حيطلع منه ويدل صامت مش حسن صرارة بيصنفني إذا كنت أعدو ولا مش أعدو أنا برأيي لا هو حط الوصف للكل أنه يلي بيطالب ما هو بيصنف البشر حيام أنا هو عميل إيراني ما فيصنفني أربري مش بحايد الشهادة منه نهائيا الحقيقة للأمانة هو اللي مفوض نحاكمه إذا بدك على الجرائم يرتكب بحق لبنان وبنفس الوقت الحقيقة للأمانة إذا بدك نعم لحنا بدنا ناس لبنانيين مية بالمية مش أنه عملاء لإيران بتسلحوا من إيران بتدربوا بإيران ويشتغلوا لصالح المشروع الإيراني هذه أوهام تاريخية عن عيشها النظام الإيراني بدأ يعيش يحيي الأمبراطورية الفرسية الكبرى هذا أوهام تاريخي من 1400 سنة انتهى ولن يعود نهائيا خذي نموذج فرنسا بالحرب العالمي من الثاني كان في ناس تحت عنوان الواقعية يتعاملوا مع الاحتلال النازي وفي ناس مبدئيين أحرار رفضوا يتعاملوا مع الاحتلال النازي راحوا مدوا إيدهم لدول الحلفاء وحرروا بلادهم لحنا تقريبا بدنا نمشي بنفس البروزيس لحنا كلبنانيين منا قادرين بس لحنا مطلوب مننا أن لا نعطي الشرعية نهائيا لحزب الله لسلاح غير شرعي نهائيا إلى أن تأتي لحظة أقليمية دولية مؤاتية تحرر الوطن مثل ما تحرر الفرنسا بالحرر العالمي الثاني وبذكر كل لبنانيين أنه يتعاونوا مع الاحتلال النازي حكم الدفشي تبع الجنرال بيتان حكموا كلهم سوا بالخيانة العظمة وهون حيتحاكموا كذلك الأمر بالنهب وصرقة أموال الناس وأوداء أموال الخزينة اللبنانية وبالخيانة العظمة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر